كيف نجح هذا اللاجئ السوري في الوصول إلى تلك الأرباح؟ وهل تاجر بأسرار العرب في الولايات المتحدة؟ وما سر الخلطات السورية التي سيطر بها على آلاف العملاء؟ إنه عبد المعين مبارك، مهاجر سوري قرر أن يفاجئ الغرب من مقره في الولايات المتحدة وتاجر في أهم أسرار المطبخ السوري في الغرب تعود أصول عبد المعين مبارك الملقب بأبي يامن إلى مدينة حمص وقد بدأت رحلته التي تحولت إلى قصة مبهرة من منزله في أول محاولة له لتسويق منتجاته من المأكولات العربية في الولايات المتحدة أبي يامن الذي أصبح من أشهر السوريين والعرب في مدينة فيرفاكس بولاية فرجينيا وصل إلى الولايات المتحدة عام 2016 ومن قبله بدأ في إعداد الكيك والوجبات الخارجية والحلوة للمناسبات والفعاليات بدأ أبي يامن في الدعاية المحدودة له من خلال عملاء من كبار العائلات ومنظمي الفعاليات والمناسبات في الولايات المتحدة الأمريكية لكن هذه الدعاية ألقت عليه المزيد من الأعباء من حيث الكميات التي كان العملاء يطلبونها مضاعفة خشي أبي يامن من ألا يتمكن من تلبية رغبات جميع عملائه وبدأ في الاستعانة بعدد محدود من العمال حتى لا يتأثر مشروعه المنزلي الصغير بالتزامات الرواتب وبعد ضغوط العمل الشديد وتوالي طلبات الزبائن قرر مع عماله تحويل العمل المنزلي في إعداد الوجبات إلى مسار آخر بدأ أبي يامن وعماله وأصدقاؤه دراسة أنسب المواقع لافتتاح مطعم يعد ويقدم الوجبات السورية لمرتديه ولأصحاب الطلبات الخارجية من منظمي الفعاليات والمناسبات والعائلات وأخيرا اختاروا ذلك الموقع الهادئ في تلك المدينة الأمريكية أنهى أبو يامن الإجراءات القانونية الكاملة لانطلاق مشروعه وكانت الميزة التنافسية التي حصل عليها أنه افتتح المطعم مع وجود قائمة جاهزة له من العملاء الذين كان يرسل لهم الطلبات خلال عمله المنزلي في إعداد الوجبات يوميا بدأت تظهر لدى أبي يامن في مطعمه شريحة جديدة من العملاء إنهم السائحون العرب وأبناء الجاليات العربية المقيمون في الولايات المتحدة من السعوديين والمصريين والأردنيين والسوريين على السواء كان أبو يامن قد أدرك حنين العرب المقيمين هناك لوجباتهم الأولى التي تربوا عليها في دولهم قبل سفرهم إلى الولايات المتحدة بدأ أبو يامن بالفعل في إعداد الوجبات العربية بعد أن ساعدته رحلاته وانتقالاته السابقة في الحصول على جميع أسرار المطبخ العربي من مختلف الدول العربية التي زارها ومن الكبسة السعودية إلى المنسف الأوربيني إلى الملوخية المصرية وجميع الوجبات السورية بدأ مطعم أبو يامن يوفرها لزبائنه العرب متعة استعادة الذكريات والأردن